دستور يسمح للناس بالتظاهر كيفاش أنت ترح تضرب الناس لأنهم متظاهرين؟ طيب نعطيك المثال الآن تعرفوا أن العشرات ربما تجاوزوا المئة أو المئة وخمسين من أحرار اللي رفعوا العالم الثقافي الأمازيغي سجنوا بسبب هذا العالم يومها أنا قلت أن هذه جريمة سجن هؤلاء جريمة لماذا؟ لأن ليس هناك شيء في القانون يمنع حمل عالم غير العالم الجزائري مكاش حاجة وكل واحد كل قاضي مبتدئ كل دارس للقانون مبتدئ كل إنسان يعرف المنطق يعرف بأنه أول ما يتعلمه طلبة القانون في السنة الأولى أنا أتذكر ذلك أول شيء تعلمناه وأنا برغم أننا نتخصصي دبلوماسي إلا أنا ندرس كثير من المواد القانون أو المواد المتعلقة بالقانون على مختلف تفرعاته يعني القانون الخاص القانون العام القانون التجاري القانون المدني القانون الجنائي القانون الدولي القانون البحار كل هذه يعني كنت من البرامج المخصصة في دراستي أول شيء تعلمناه في القانون عندما كنا ندرس في مقدمة في القانون كانت أنه لا عقوبة ولا جريمة ولا تدابير أمن إلا بنص في القانون بمعنى أنه لا يمكن أن يجرم شخص إذا لم يكن هناك نص يقول بأن هذه الجريمة حمل العلم الثقافي الأمازيقي أو أي علم آخر في الحقيقة لم يكن مجرما وليس مجرما لحد الآن ليس مجرما لحد الآن ترفع العلم الفلسطيني ترفع العلم الفيتنامي ترفع العلم من شعر فوش التجريم قد يكون لعلم مثل جماعة الماك مثلا لأن هذه حركة انفصالية تطالب بتدمير الجزائر وفصل جزء عزيز منها عنها هذا مجرم لأنه ليس مجرم العلم كعلم المجرم الدعوة إلى كسر الوحدة الوطنية إلى كسر الجغرافية إلى كسر التراب هذا مجرم وبالتالي يصبح حرف العلم عليه انتاعه مجرم أما العلم الأمازيقي الثقافي فهو ليس مجرم لأنه ليس علم لدولة أو علم لمنطقة جغرافية معينة لا هو أصلا عابر للجزائر يعني هذا علم ترونس ناسيونال لأنه يتعلق بالأمازيغ لتبنوه أو جزء على الأقل جزء أساسي من الأمازيغ تبنوه القبائل أساسا لتبنوه كعلم كعلم ثقافي ولكن غير القبائل أيضا لتبنوه كعلم ثقافي وليس كل القبائل تبنوه ناس أحرار في هذا الموضوع الآن وبعد أن سجنوا العشرات وكي يقمعوهم وكي يضربوهم وكي يهدوهم الآن ليس فقط يسمحوا بالموضوع وهذا الشيء جميل لكنها شفنا اليوم الأعلام أنه المقام الشهيد ولا جرونت بوست على ما يبدو مزخرفة بألوان العالم الأمازيغ الثقافي طيب انتم انتقلتم من تجريم مجرد حمل قطعة قماش عليها رسم من تجريمها وسجن أهلها وهو إلى وضعه في الأغرونت بوست ووضعه في المقام الشهيد يعني هذا انقلاب هذا انقلاب حقيقي اي شخصيا لا أرى في ذلك مشكل بالعكس الرحب به اي شيء يجمع الجزائريين اي شيء يزيد من وحدة الشعب الجزائري اي شيء يضم الشعب إلى بعض وبعض انا الرحب به وهذا هدف اي انسان عاقل من اجل الدفاع عن هذه البلاد والحفاظ عنها لكن رهم ناس ما زالوا في السجن كي يرهم ما زالوا في السجن بسبب اتهامهم بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية لماذا لرفع القمواش لفيه العالم الامازيغي الثقافي الآن انتم تضعون الصور في كل مكان وفي الأغرونت بوست وفي مقام الشهيد هذا هذا انقلاب تعرفوا لماذا اخواني فعلوا هذا